وصلت إلى طرق مزدودة المحاولات الهادفة إلى عودة مجلس النواب للعاصمة المؤقتة عدن مع تصلب الموقف الإماراتي الذي عرقل فرص الإنعقاد أكثر من مرة المصادر المقربة من الدوائر الحكومية أفادت بفشل المحاولة الأخيرة التي قام بها رئيس البرلمان سلطان البركاني والذي اصطدم برفض الإمارات النهائي لانعقاد الجلسات بعدن وقالت المصادر بحسب وكالة لانظول إن البركاني الذي زار أبوظبي مطلع الأسبوع الماضي عاد خالي الوفاضة رغم لقائه بولي عهد أبوظبي ومسؤولين إماراتيين آخرين لا يعلم تحديدا ما هي تفاصيل زيارة البركاني لأبوظبي لكن نتائجها تشير إلى صحة أخبار الرفض الإماراتي مع تاكيد مصادر برلمانية بوجود ترتبات لالتئام البرلمان في مدينة المكلة تحت حماية أمنية مشتركة يمنية وسعودية ومن المحتمل وفق المصادر عقد جلسة افتتاحية بعدا محصورة بهيئة رياسة المجلس قبيل انعقاد الدورة البرلمانية في حضر موت تعد الجلسة البرلمانية القادمة هي الثانية منذ القلاب سبتمبر 2014 وكان مجلس النواب قد عقد جلسة أولى بسيون في الثالث عشر من أبريل الماضي بحماية سعودية انتهت بإسقاط طائرة مسيرة في سماء سيون الرفض الإماراتي القاطع لعودة المؤسسة التشريعية إلى عدن يشكك في قرار انسحاب قواتها وبأنه وفق محللين غربيين مجرد تكتيك لحقبة تحكم جديدة بمصير المناطق الجنوبية تهدف إلى السيطرة على الجنوب وثرواته دون تحمل تبعات البقاء وكوارث التدخل